اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله اذا على بركة الله اولا نعطي تعريف صغير على حرف التاء ما هو حرف التاء يا ترى حرف التاء هو ثالث حرف في الحروف الهجائية وهو نوعان تاء مبسوطة وتاء مربوطة اذا هيا بنا اصدقائي نعرف ما هي التاء المبسوطة وما هي التاء المربوطة اولا التاء المربوطة للتاء المربوطة للتاء المربوطة شكل دائري فوقه نقطتان وهذا الشكل الدائري اصدقائي يكتب في آخر الاسم المفرد المؤنت مثلا خديجة خديجة فاطمة مدرسة معلمة وحديقة كل هذه أسماء أصدقائي وأيضا هي مفرد ومؤنت مؤنت وتكتب أيضا التاء المربوطة استثناءا في آخر الاسم المذكر مثلا حمزة وأسامة وطلحة وأيضا عبيدة وفيدر تنتق التاء المربوطة تاءا عندما تكون مع الحركات ومتصلة بكلمة أخرى وتنتقها في حالة الوقف مثلا مدرسة إذا قلنا هنا مدرسة لم ننطق هنا التاء المربوطة بل نطقنا هاها لأننا قلنا مدرسة وتوقفنا عن الكلام ولكن إذا قلنا مدرسة الحي ننطق هنا التاء المربوطة أصدقائي لأنها مع حركة وأيضا هي متصلة بكلمة أخرى على وهي الحي مثل آخر لعبة إذا قلنا هنا لعبة لم ننطق هنا التاء المربوطة بل ننطقها ها لأننا قلنا لعبة وتوقفنا عن الكلام ولكن إذا قلنا لعبة مروان ننطق هنا التاء المربوطة أصدقائي لأنها مع حركة وأيضا هي متصلة بكلمة أخرى ألا وهي مروان ميزة الآخر مدينة إذا قلنا مدينة لم ننطق هنا التاء المربوطة بل ننطقها ها لأننا قلنا مدينة وتوقفنا عن الكلام ولكن إذا قلنا مدينة طنجة نطقت هنا التاء المربوطة أصدقائي لأنها مع حركة الضم وأيضا هي متصلة بكلمة أخرى ألا وهي طنجة ثانيا التاء المبسوطة للتاء المبسوطة شكل مفتوح فوقه نقطتان تكتب في أول الكلمة مثل تمر وفي وسط الكلمة مثل كلمة هاتف وفي آخر الكلمة مثل كلمة حوت تكتب التاء المبسوطة تكتب التاء المبسوطة في آخر جميع الأفعال ومع جميع الحركات مع عدد تنوين مثلاً فعل خرجت وأيضاً فعل أكلت وفعل دخلت وذهبت كل هذه أفعال وهذه الأفعال كتبت في آخر هاتف المبسوطة مع حركة الدم فلا يمكن مثلاً أن نقول خرجت أو أكلت أو دخلت أو ذهبت لأنها أصدقائي كلها أفعال والأفعال لا يمكن أن تكون مع حركة التنوين مثل آخر أكلت خرجت ودخلت ودخلت وذهبت كل هذه أيضاً أفعال وهذه الأفعال كتبت في آخر هاتف المبسوطة مع حركة الفتحة ولا يمكن مثلاً أن نقول أكلت أو خرجت أو دخلت أو ذهبت لأنها أصدقائي كلها أفعال والأفعال لا يمكن أن تكون مع حركة التنوين مثل آخر أكلت خرجت دخلت وأيضاً ذهبت كل هذه الأفعال وهذه الأفعال كتبت في آخر هاتف المبسوطة مع حركة الكسرة فلا يمكن مثلاً أن نقول أكلت أو خرجت أو دخلت أو ذهبت لأنها أصدقائي كلها أفعال والأفعال لا يمكن أن تكون مع حركة التنوين وتكتب أيضاً التاء المبسوطة في جمع المؤنة السالم مثلاً عالمات عالمات هو اسم وأيضاً هو مؤنة وجمع لكلمة عالمة سائحات 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 هو أيضاً اسم ومؤنة وجمع لكلمة سائحة كاتبات 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 هو اسم وأيضاً هو مؤنة وجمع لكلمة كاتبة كاتبة وتكتب أيضاً التاء المبسوطة في آخر الإسم إذا سبقها سكون حي أو ميت مثلاً في حالة السكون الحي عندنا كلمة موت وصوت وبيت هذه كلها أسماء وهذه الأسماء كتبت في آخرها التاء المبسوطة فوقها حركة الثمتان وهذه التاء سبقها حرف الواو فوقه السكون وهذا الواو ينتق موت وأيضاً صوت فهذا السكون يسمى سكون حي أيضاً كلمة بيت حرف التاء سبقها حرف الياء وهذا الحرف فوقه السكون وأيضاً ينتق بيت فهذا السكون يسمى سكون حي وفي حالة السكون الميت عندنا كلمة نبات وبنات وتبات كل هذه أصدقائي أسماء وهذه الأسماء كتبت في آخرها التاء المبسوطة فوقها حركة الثمتان وحرف التاء سبقه حرف الألف وحرف الألف مع أنه يكتب ولكنه لا ينتق وهذا يسمى سكون ميت لأنه لا ينتق وهنا أصدقائي صديقاتي نكون قد أتينا على نهاية الدرس التاء المربوطة والتاء المبسوطة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي في هذا الدرس أراكم في درس قريب إن شاء الله دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة